في شهرها الثالث منذ توليها السلطة تواصل حكومة السودان إطلاق الوعود للعراقيين بإنهاء المعاناة وتوظيف العاطلين عن العمل وحل مشكلات الفقر والبطالة والجفاف وغيرها مما يواجه العراق من تحديات جمع غير أن أهم ما يجب تحقيقه في هذا الصدد لم يحدث والحديث هنا عن إقرار موازنة العراق للعام الجاري بعد أن مضى العام 2022 دونها الأمر الذي يؤشر سلبا على النحو الاقتصادي للبلاد الهش أساسا ويرسم صورة ضبابية لمستقبل العراق في ظل هذه الحكومة لا سيما أن مساورة الموازنة الجديدة لا تختلف عن سابقاتها بحسب ما يراه الخبراء الاقتصاديون إذ إنها لم تتحول إلى موازنة أهداف وبرامج كما أن الفائضة المالية الذي تحقق من فرق أسعار بيع النفط في العام 2022 سيستخدم لسد العجز المالي المتوقع في العام 2023 وعليه فإن الأزمات المتراكمة سابقا ستبقى في العام الجديد بلا حلول أيضا ويبدو أن السوداني أدرك مؤشرات الفشل مبكرة لحكومته فراح يتجول في بغداد في محاولة وصفها الناشطون بالاستعراضية لكسب شرعية تفتقر لها حكومته ولو كانت زائفة بعد أن أدرك مدى صعوبة كسب شرعية الإنجاز عبر العمل وبدل الجهد من أجل تخفيف معاناة الشعب العراقي وحل أزمات البلاد المزمنة الأمر الذي ينذر بعودة التظاهرات الشعبية العارمة بحسب تقرير لصحيفة أنديبندنت عربية وبحسب الاقتصاديين فإن الاقتصاد العراقي يعاني من نقاط ضعف كثيرة تتقدمها أزمات البطالة والتضخم والأزمات المتراكمة في قطاعي السكن والصحة وغيرها في ظل تفشي الفساد في مؤسسات الدولة جميعا وسيطرة الميليشيات المسلحة على المشه السياسيا وأمنيا واقتصاديا وبالتالي فإن أولى الخطوات المطلوبة بشكل عاجل تتمثل في وقف استنزاف الفاسدين لموارد العراق الاقتصادية والمالية وإنهاء سيطرة الميليشيات على السلطة وهو أمر ليس من السهولة بمكان نظرا إلى أن حكومة السوداني ذاتها تمثل أحد إفرازات النفوذ الميليشياوي على المشهد العام في العراق وأن كثيرا من مسؤوليها متهمون بالفساد